نص الفصل السادس والسابع من ميثاق العمل الوطني على العلاقات الخليجية والعلاقات الخارجية فعلى صعيد العلاقات الدولية السياسية فإن مملكة البحرين تعتبر أن السلم العالمي والإقليمي هدف أساسي وهدف استراتيجي ينبغي أن تهون دونه كل الجهود وهي طبقا لذلك تشجع وتؤازر كل الجهود الدولية التي تبذل من أجل التوسوية السلمية للمشكلات الإقليمية أسمى ميثاق العمل الوطني الخطوط التي تسير عليها مملكة البحرين في شؤونها وعلاقاتها الخارجية سواء في المحيط الخليجي أو العربي أو على مستوى العالم ففي الإطار الخليجي تؤمن البحرين حكومة وشعبا إيمانا يقينيا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد جمع بين هذه الشعوب أواصر الدم والنسب ووشائج القربة وقد دعم هذه الأواصر التاريخ المشترك والثقافة والعراف المتماثلة ولقد كانت هذه الأسباب دافعا للبحرين لكي تكون من بين الدول المؤسسة لمجلس التعاون مع أشقائها الآخرين من دول الخليج العربية ولم تغفل البحرين عن العلاقات الخارجية وكان لها النصيب الكبير من التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك المفدة ويعمل بها معالي وزير الخارجية حيث تأكد مملكة البحرين على سيادة واستقلال ووحدة أراضي المملكة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي بالإضافة لتأكيد صيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها بالإضافة إلى تنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكافة الدول والهيئات العربية والدولية كما تلعب البحرين دورا رئيسيا في منظمة الأمم المتحدة ففي إطار التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة فقد صدر قرار عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة كأحدى نتائج الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018 إلى 2020 الموقعة بين الجانبين وتحرص مملكة البحرين دوما على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب دول العالم وتدرك تماما أهمية التحالفات لضمان الأمن الإقليمي والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر التي تمس استغار الدول وتنميتها ورخاء شعوبها وفي الأمن الدولي تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة لحلف الناتو كمنظمة تلعب دورا محوريا في تزيز السلام والأمن ومن هذا المنطلق أصبحت أضوان في مبادرة إسطنبول للتعاون منذ إنشائها عام 2005 وقامت المملكة بالتعاون مع الناتو على كافة المستويات السياسية والأسكرية وتجسيدا لمبدأ الحوار وتأكيدا على دور البحرين في الساعة الدولية تنظم مملكة البحرين حوار المنامة سنويا إذ اجتمع عشرات من المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصية الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من مختلف دول العالم لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية توجهات البلاد ثمرة من ثمارات ميثاق العمل الوطني فتحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تتقدم البحرين بدبل ماسيتها وعلاقاتها الدولية بكل اتزان ترجمة نانسي قنقر